تواجد الآن في مركز الغسيل الكولوي في مستشفى الثورة هذا المركز الذي أطلق نداء استغاثة نظراً لما يزيد عن 400 مريض باتوا تحت مرحلة الخطر نتيجة لعدم توفر المواد اللازمة للقيام بعمل جلسات الغسيل لهؤلاء المرضى ونفاذ الكمية بسبب عدم سداد المديونية السابقة لهذه المواد نلتقي الآن في هذه اللحظات الدكتور فهمي الحناني رئيس مركز الكليا الصناعية ليوضح لنا أكثر أسباب إطلاق نداء الاستغاثة للمنظمات نحن في أمس الحاجة الآن لمواد الغسيل الكولوي حتى لم تبقى لدينا إلا ما يكفي لمدة أسبوع واحد فقط إذا لم يتم تدارك هذا الموضوع فحياة المرضى مهددين بالموت فالناشد جميع المنظمات والناشد الحكومة سرعة إنقاذ هؤلاء المرضى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقبا إذن هكذا تبدو الأوضاع الصحية في مدينة عزوة تحديدا في مركز الغسيل الكولوي الذي يشهد تدهورا في تقديم خدماته الطبية لمرضاه نتيجة لعدم دعمه بالمواد التشغيلية والمواد العلاجية لهؤلاء المرضى وأيضا لعدم انتظام سداد رواتب الموظفين الذين باتوا يشكون حالة ما أساويهم الآخرون حمزة أمين قناة بلقيس من داخل مركز قسم الغسيل الكولوي في مستشفى الثورة اشتركوا في القناة